السؤال اللي بعد كده بيقول انا جوزي طلقني بسبب لا يستدعى الطلاق بشهادة الجميع طيب وانا حاسة اني وقع عليها ظلم كبير جدا هي طلقة رجعي وقال لحد انه هيرجعني عشان الاولاد بس هنبقى منفصلين هو عند اهله وانا في شقة الزوجية دلوقتي هو لو رجعني بشرطه ده اقبل عشان عندي امل انه يرجع لبيته ولا ارفض الحقيقة انا شايف انه هو هنا بيعمل حاجة هو عايز يرجعلك وعايز عقبك انا ما عرفش السبب اللي حديك بتقولي انه هو السبب ما يستدعيش الطلاق هو اكيد سبب يستدعى الطلاق عنده وانا ما بحبش ان الناس تستخدم انه هي فهمة ومؤدرة كل الكلام ده وكل الناس احنا عرضنا عليها المسألة فشافوا ان كل الناس اجتمعوا انه هو ما كانتش لي حق قد اقدر ده وقد اتفهم ده وقد اقول ان الكلام ده صح بس هو المسألة مش اني السبب او اتفهمي ان السبب اللي وقع به الطلاق هو الحادث الذي وقع معه الطلاق يعني ايه الكلام ده السبب اللي وقع بسبب الطلاق ده معنى تسببت فيه حوادث كثيرة الحادث الاخير ده كان المصمار الاخير في نعش الزواج فكان السبب الطلاق فما بحبش ان ازواج او الزواجات يتوقفوا عند اخر مشهد بس من حكاية الايه من حكاية الزواج قبل الطلاق لا 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 احنا لازم نتعمق ونشوف الاسباب الاساسية اللي تسببت في الطلاق يعني هتلاقي زوج حضرتك مثلا هو شايف ان حضرتك مثلا مثلا بتعندي وبتنقري وانتي دايما مش محسسها ان هو راجل البيت مثلا او ان هو شايف ان دول الوقت انتي ميالة ان انتي تقدري اهلك وميالة الاهلك ومش شايفة ان انتي ان زوجك دوت راجل تستطيع ان انتي تأخذي برأيه وتعيشي معاه فهو ايه اللي حاصل فهو عايز يحسسك بايه انا انا طبعا مش مو انا باوصف هنا مش بقول رأيي رأيي لسه عيجي فانا باوصف ده باوصف ان هو بيعمل كده ليه فهو حابب ان هو يعمل ايه يخليك تحسي بقيمة وجوده في حياتك انت ليه ما قلتش انت ليه ليه هو عايز يكسرني ممكن على فكرة يكون برضو عايز له وفي كل الحالتين اللي حصل ده ان اللعب بالطلاق او التربية بالطلاق ده كلام فارغ انا بقول لجوزك الستات مش موجودين معانا في حياتنا عشان نربيهم وفكرة ان انا ربي مرأة انا لو هي ليست صالحة للجواز يبقى اصلا الجواز محتاج اعادة النظر فيه وما ينفعش ان الراجل يربي الست زي ما ما ينفعش الست يبقى مقصدها من الجواز ان هي تغير الراجل وما نعمل ايه ايه الزواج يا سيدي محتاج مننا ان احنا نتشارك نعيش مع بعض نجرب مع بعض ننضج مع بعض نعيش كمان واحنا حاسين ان حياتنا كل واحد فينا بيكمل التاني وبيضيف له قيمة اضافية وعشان كده وعاشرهن بالمعروف هي هتقدم معروف وهو هيقدم معروف وعشان كده في كل لحظات الجواز ولا تنسوا الفضل بينكم ليه الفضل ان كل واحد فينا يتفضل على التاني وكل واحد فينا بيقدم لانه يرى الله في زوجه ويرى الله في زوجته وعشان كده لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد هو ما بتسجدش لشخصه ولكن تسجد في ماذا في انوار الله وفي العبادة التي بتعبد الله فيها وهو في نفس الوقت استوصب النساء خيرة ليه عشان ترى الله ترى رحمة الله فيها ان انت لما ترحمها تجد رحمة الله سبحانه وتعالى فانا دايما بقول ان الزوج والزوجة محريب نعبد الله فيها احنا ما خرجناش عن موضوعنا مهما كان الموقف اللي انت كنت اخدت به للمسألة كنت محتاج ان انت تستشير حد ايها الزوج فاتق الله في زوجتك فاتق الله في زوجتك وما تفعلش اي فعل تحاول من خلاله ان انت تنفس غضبك وتحاول ان عايز فيها عنها هو اللي وصل لها ان انت عايز تكسرها يعني هي لما بتقول دلوقتي ان انت طلقتها لسبب لا يستدعي الطلاق وان انت اوقعت عليها ظلم عظيم خلينا اقولك كده لان انا بقول دايما ان انا بشتغل مترجم بترجم ستات الرجالة ورجال الستات تعال اترجم لك المعنى اللي بتقوله هي بتقول ان هو طلقتها وهو قاصد ان هو يكسرها بالطلاق قاصد ان هو يئزيها قاصد ان هو يديق لانه طلقتها باللا سبب فوقع عليها ظلم عظيم يعني ايه أنا كان عايز يكسر نفسي هو ده الكلام اللي بتقال هو ده الكلام اللي موجود في مسألة الطرق اللي قدامنا دي فهو هي بتقول إن انت كنت عايز تطلقها اللي انت طلقتها عشان تكسر نفسها فاتق اللي فيها لأنها أم أولادك فإذا كنت أترجع بلاش هجل الشقاق اللي انت بتعمله ده الشقاق إن هي تكون في حتة وأنت تكون في حتة ده شقاق فإذا عملت ده راجع نفسك والتق الله هي مش محتاج تتربى هي محتاج إن انت تتوافقه يبقى زوجتك مش محتاجها تتربى زوجك محتاجها تتوافقه وزوجك مش محتاجه تغير أنت متحتاج أن تتوافقه وتتراضه ولذلك أنا موافق إن انت ترجع لزوجك رأيها هو دي بعد ما شرحت المسألة أنا موافق إن انت ترجع لزوجك بس تقعدوا مع بعض وتتفقوا على الثلاث حاجات اللي أقول لكم عليها تتفقوا أولا على الخطوط الحمرة الحاجات اللي ما ينفعش أن تتجاوزها لهو يتجاوزها ولا أنت تتجاوزها زي مثلا ما ينفعش هو يهينك ده خط أحمر زي ما هو ما ينفعش يكلم ستات وانت ما ينفعش تتطولي عليه خطوط حمرة زي ما ينفعش أنت تتجسس عليه خط أحمر ففيه خطوط حمرة تتفق عليها الحاجة التانية تتفق على التفضيلات انا والله بفضل ان محدش يارف عننا اي حاجة ممكن على فكرة ده يبقى ثابت من السوابت لان دي الحاجة التالتة يبقى تاني حاجة تتفق عليها التفضيلات انا والله بفضل ان احنا لما نيجي نتكلم نتكلم واولادنا مش موجودين لما نتكلم في مشكلة نتكلم تفضيلات يبقى كل واحدين عندنا تفضيلات يبقى اول حاجة نتفق على الخطوط الحمراء نتفق على التفضيلات التالت حاجة نتفق على الأصول والثوابت أن البيت فيه أصول والثوابت. والأصول والثوابت دي اللي هتخلينا متفقين يعني من الأصول والثوابت أن محدش يطلع أسرار البيت بره طب يعني أسرار البيت نفصل يعني أسرار البيت واحد بيشايف أن أي كلام تنقله الس Rangers لموتها أسرار البيت. نقول له لأ يعني هي بتقول لي أنت النهار ده نمت الساعة كام؟ ده أسرار مش أسرار البيت ده. ده حد بيسأل الأسئلة العادية وأنا دايما بقول يا جماعة ما تخلوش عشان تعندوا بعض أو تقلوا بعض تخلوا الأسرار الكلام العادي أسرار ده لما يبقى فيه في المناكفة فمحدش يعمل ده يبقى هو تتفق على التلات حاجات دي ويستمر ويلا توكله على الجهاز وهو لما يلاقيك انت بقيت نطجة وبقيت وعية هو بيعمل كده عشان ايه اللي حاصل عشان تفهمي غلطك هو عايزي ربيك فبقولك بالله عليك النساء مش موجودين معنا عشان نربيه هن ولكن هن معنا ليه بكي نعيش معا حياة مليئة بالمعروف ومليئة بالسكينة ومليئة بالرحمة عشان كده بقول لحضرتك وبقول لحضرتك ارجعوا لبعض بس ارجعوا على توافق ورجعوا على رضا لما ترضوا ايه اللي حاصل بمحاسن لما كل واحد فيكم يرضى بمحاسن التاني يستثمرها ويزيح المساوئ ان الحسنات يذهبنا السيئات يلا قوموا بقانون الازاحة وازيحوا السيئات بالحسنات ان شاء الله ربنا يكرمكم ويبارك لكم ويفتح عليكم ويجعلكم في خير حال كان مهم في اخر سؤال ده ان احنا نتكلم ازاي السؤال دوت كان سؤالي بقى نموذج عندنا النصيحة لعامة المسلمين والنهاردة كنا منتكلم عن النصيح وعشنا في انوار حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ودقنا حلاوة معنى ان الدين النصيحة ده عمود من اعمدة هذا الدين وان الدين النصيحة ده محور ومدار من مدارات هذا الدين سبنا الامام النووي شايف ان الحديث ده وكأنه من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحديث ده زي بالضبط ام السنة زي ما ام السنة جمعت المعاني التلاتة اللي عليها مدار السنة كذلك حديثا الدين النصيحة مدار من مدارات ايه من مدارات هذا الدين لانه جمع علاقة الانسان بربه وعلاقة الانسان بالناس وعلاقة الانسان بكل شيء علاقة الانسان بالعلم وعلاقة الانسان بنفسه كل الالاقات دي كلها مجموعة في هذا الحديث فتعالوا نصير بالنصيحة وتعالوا نكون في نصحتنا ننصح لله فنجعل النصيحة عبادة وننصح لكتاب الله فنجعل النصيحة معرفة وعلم وننصح لرسول الله فتكون النصيحة بالأخلاق وتكون النصيحة بالرحمة وننصح لأئمة المسلمين فتكون النصيحة للتنمية وللتقدم وننصح أيضا لأموم المسلمين فتكون النصيحة بتعود على الخير على الكل بدون حجب لخير ولكن تكون النصيحة تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب للنفس